اشتركوا في القناة دي زي ما كنا قولنا قبل كده ان هي بدرة للبداية في اي موضوع او اي مشروع او اي حاجة ممكن تاخد خطوة فيها كبدية طبعا احنا النهاردة علشان كده خصصنا موضوع الحلقة ان احنا لازم نكون ايجابيين ونغير حياتنا بشكل مستمر فعلشان كده طبعا النهاردة كنا محتاجين نجيب برضو حد ننقشه ونحوره في صلب الموضوع ده علشان كده رحبوا معي النهاردة باستاذة منال كمال اهلا وسهلا بيك استاذة منال استاذة منال طبعا انا هسيبلك بقى المايك انتي ترحب بنفسك لجمهور ارحب لا تعرفي نفسك بقى لجمهور انا منال كمال انا عندي مشروع اسمه كون ايجابي وغير حياتك لاني لقيت اني في ناس كتير قوي بتتصب اليأس والاحباط الفترة دي واغلبيتهم للأسف من الشباب فقررت اني انا يكون عندي هدف في حياتي ان انا اساعدهم انهم مايفكروش ابدا الا بالاجابية ويبقى عندهم هدف وحلم ولازم يحققوا الحلم ان شاء الله طب قوليلي كده مادم منال ازاي تخلي الشاب او الشابة اللي عندهم يأس او احباط ان هما يخرجوا تاني للحياة ويكونوا ايجابيين والبنية تكون يعني فعنيهم كويسة وحلوة هقولك حاجة انا ما فكرت في الموضوع ده في الاول اعادت اقول الواحد ازاي يجيب مثل من الحياة يفكر فيه عشان ما يصابش ابدا باليأس ما لقيتش احسن من كلام رب العزة سبحانه وتعالى لو لقينا في صورة النملة نملة وهي اضعف كائن على وجه الارض ومع ذلك كانت ايجابية جدا لما لقى الجيش سليمان عليه السلام داخل عليهم قالت ايه قالت يلا اهرب واستخبى قالت لا قالت يا ايها النملة ادخلوا مساكنكم ليحتمنكم سليمان وجنوده شفتوا النملة كتعندها ايجابية ازاي اضعف كائن في الكون ده كله تيجي احنا الانسان بقى اللي ربنا خلقنا وعظمنا وجعلنا اعظم مخلوق في الكون يبقى عندنا سلبية ازاي طب نتعلم النملة صح فعلا طب تنصح الشباب بايه انصحهم ان يكون عندهم هدف وحلم ولازم يحققوا الحلم طبعا هنخلق بقى ازاي الهدف والحلم ده فيهم لان دلوقتي معظم الشباب اللي موجودة ماشيين بلا هدف وبلا حلم ماشيين كده هو ده المرض بقى وبقى فيه كمان سلبية منتشرة وهي ايه يعني سلبية معينة ولا سلبية كتيرة سلبية كتير ممكن يقولك طب انا هحلم ليه وظروف الحياة والدنيا وممكن ما لقيش شغل والحاجة بقت غالية هوصل ليه في الآخر معلش مع احترام الشديد جدا للشباب الناس مش بتقرأ الناس مش بيعرفوا اللي قبلنا عملوا ايه يعني مثلا الخواجة كنتاكي الراجل ده صاحب مطاعم كنتاكي لما تم ستين سنة وطلع على المعاش ايه اللي حصل قد دوله شيك بالمعاش بتاعه 100 دولار رح مسك الشيك وقال انا هعيش بالمئة دولار دولا ورح مقطعهم ورميهم وبدأ يعمل مانيو بتاع المطعم بتاعه ويلف على كل المطاعم كله يرفض يرفض ان هو يشغله عمل ايه عمل مطعم صغير قد كده وبدأ مشروع كنتاكي اللي النهاردة في العالم كله انتوا عارفين اسم كنتاكي عمل ازاي مش بقولك عنده عشرين سنة ده كان طالع على المعاش عنده ستين سنة يعني هنا الحلم مش بيختصر بس اول هدف للناس الصغيرة كل ما فيه نفس فيه حلم فيه امل ازاي اوما الناس الكبار يروحوا فين يعني طيب ايه بقى الاستراتيجية المعاناة اللي احنا نشتغل بيها او نفكر بيها بحيث نلغي جزئية السلبيات وبحيث نحولها الاجابية لازم اول حاجة الانسان يعالج نفسه من السلبية لازم يبقى عنده هدف لازم يفكر ايه خطتي في الحياة مفيش حاجة اسمها اعيش كده من غير ما يبقى عندي خطة محددة الاهداف يعني ايه اعيش اصحى اكل انام ده مش انسان طب معلشان هقف هنا في حيطة صغيرة ودي اكيد دلوقتي كل الناس اللي بتسمع حضراتك دول طب انا هعالج نفسه ازاي عشان اقدر اطلع من اللي انا فيه وانا افذ الكلام دلوقتي لحضراتك بتقولي بالزبط كده اول حاجة لازم يشتغل على نفسه اي محاضرة اي دروس مش هتعلجك الا لو انت عايدة تتغير لا يغير اللهم بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم لازم الانسان يبدأ على نفسه ويشتغل على نفسه لازم يمسك كل السلبيات دي والغيها من حياته ويبدأ يفكر بشكل ايجابي انا عاوز ايه الفترة اللي جاية طب ايه الخطة اللي انا حطانا عشان ننفذ الحلم او الهدف دوت بس لازم يكون يعني الهدف يكون في الممكن بلاش الاهداف المستحيلة عشان الانسان ما يصابش بالاحباط بمعنى ايه الاهداف المستحيلة؟ يعني دلوقتي مثلا واحد مثلا معاه شهادة مثلا متوسطة او شهادة بعيفة مثلا خالص يقول انا عايزة ابقى راجل مثلا مثلا دكتور طب انت قدامك خط كبير اوه عشان تبقى دكتور فكر في الممكن بط يعني شيل من دماغك المستحيل فكر في الممكن انا ممكن احقق ايه واشتغل على نفسي ازاي وانجح فيه لكن ما فكرش بشكل مستحيل واحد معهش لغات مثلا يفكر انه هو هيسافر دولة اجنبية ويعيش فيها تعيش فيها ازاي لما انت بتعفش تتكلم لغة اهل البلد هتعيش ازاي يعني حبلت انت تصودي كده انا اشتغل على قد امكانيات لا اشتغل على نفسك اشتغل على نفسك اتعلم لغات اتعلم كمبيوتر زود مهاراتك وبعد كده تحقق الحلم ده لكن ما تقعدش بيتكو وتقول انا عايزة سافر برة انا عايز اشتغل في شركة مالتي ناشنال ايه هي امكانياتك عشان تشتغل في المكان ده لازم تشتغل على نفسك والكلام ده هو اللي كاتبه في كتبه على فكرة مش انا اللي بقوله قرر انه لازم يشتغل على نفسه لازم يزود مهاراته وامكانياته لازم يدرس ويتعلم وياخد لغات بعد كده سافر كندا لكن ما سافرش كندا من نقطة البداية لا عمل حاجات الاول فهماني ازاي لا لا نفسك بعد كده ابتدا يسعى بس ضبط كده لكن مش وانا قاعد في بيتنا هبقى ما تبصوش على النجحين وتقولوا يا ده ناجح وعند وعند هو عمل ايه عشان يوصل للنقطة اللي هو فيها دلوقتي ده لو اتكلمت معه نقشته هتلاقيه مر بصعوبات كبيرة جدا عشان يوصل للمرحلة اللي هو فيها دلوقتي طيب احنا بقى ازاي نحفز الحلم ده او نشتغل عليه بشكل صحيح هو التحفيز بيبقى تحفيز مؤقت وتحفيز مستمر يعني ممكن الحلقة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي يتبقى تحفيز لحد بيتفرج علينا حضور مباراة دورة او محاضرة لكن بعد كده هينتهي لازم يكون في تحفيز دائم وده بيجي من الشغف الانسان لازم يكون عنده شغف انا نفسي اعمل ايه في حياتي كل ما فكر نفسي بالدافع دوت الشغف هيرجع لي تاني وهاشتغل تاني فهمتوني؟ يعني ما ينفعش بقى تحفيز مؤقت الحلقة دي حفزتني جدا وهقوم وهبدأ افكر بعد كده انت حاطت في دماغك ايه؟ ايه حلمك؟ ايه الشغف اللي نفسك تتحققه؟ بس فيه هنا نقطة ان هو لازم يصدق حلمه طبعا لا يستطيع يوصله ما هذا اللي انا بقوله طبعا وفي الاخر وانا مش مصدق اللي انا بعمله لازم تتخيلي تغمضي عينك وتتخيلي نفسك لو وصلتي للحلم دا هتبقي فرحانة وسعيدة قوي وهتبقي عايدة توصلي الحلم دا مهمة قوي اللي عايشين من غير احلام هم دول اللي بصابوا باليأس كنت باخد قبل كده محاضرة فالمحاضرة دي كان فيها بيقولك الامتنين ان انا كل يوم اصحى الساعة ستة صبح أو خمسة صبح قبل ما اعمل اي حاجة حتى ما نسكش الموبايل بتاعي اكتب كده فرحة وقلم الحمد لله على كل نعمة ربنا الدهيني الحمد لله على نعمة الليل الحمد لله على نعمة البصر الحمد لله انا معايا اولاد الحمد لله انا قدرت اصحى وقدرت اقوم من مكاني افضل نص ساعة او ربع ساعة انا بحمد ربنا على كل حاجة وبعد كده ببتدي اكتب الاحلاف بتاعتي انا نفسي اوصل لايه وبتدي اشتغل عليها هو مش يقوم الصبح هكتب احلامي هكتب اهدافي النهاردة ايه من اهدافي هو الحلم ده حاجة كبيرة قوي بس انت قلتنا حاجة حلوة قوي شعار لازم يكون لك شعار في الحياة لازم يكون لك مثل اعلى انت نفسك توصل لك هو ده الانسان الناجح الانسان الايجابي لازم يكون فيه مثل انا حطه قدامي ونفسي ابقى زيه وحطت ان انا بسحى الصبح دي امسك الموبايل بصراحة انا نفسي اتكلم بيها يا ريت شح الكرم كلنا بنعمل كده يا جماعة يعني انا هقول لكم نصيحة وانصح نفسي بيها كل يوم اول ما قوم النوم الواحد لازم يقوم النوم اول حاجة يذكر ربنا وزال ما قلت يحمد ربنا ان ربنا اداله نعمة كبيرة قوي وهو يوم جديد فرصة كبيرة قوي يوم هعيش في غيرنا حصلتهم حاجات مش كويسة فلازم تقوم الصبح تحمد ربنا عن نعمة دي وطبعا يعني كل واحد بيمارس الشعائر بتاعته حسب الدين بتاعه انا هتكلم بالنسبة لي انا يعني كإنسانة مستمع ان انا بقوم بصلي حسب انا قمت امتى لو طبعا يستحسن الواحد يقوم الفجر يعني يبدأ يومه من الفجر عشان ان شاء الله نكون في زنة الله سبحانه وتعالى وهنذكر ربنا وهنبدأ انا اهدافي النهاردة انا وقت ده هخطته ازاي هدير وقت ازاي الوقت ده سمين جدا ما ينفعش الوقت نهدره كده كل دقيقة دي ليها تمن طب استاذة منال يعني فيه برضو احيانا هو عاوز يحقق الحاجة دي وبيطمح ليها ويعني برضو شايف الاكزامبل او الامثلة للنماذج النجحة وعاوز يبدأ يعمل زيهم بس اللي هو متكتف فيه حواليه مشاكل اللي هو حتى مش عارف مش ينفذ يفكر او ياخد الخطوة ليه لان انا كل ما بتحرك فيه مشاكل مواجهاني كل ما بتحرك فيه مشاكل مقابلاني طب انا هحل مشاكلي ولا هتحرك وانتج هو فيه حد في الحياة ما عندوش مشاكل لا بس المشاكل طبعا بتبقى درجات احيانا بتبقى المشاكل دي كبيرة قوي درجة ان هي واخدة منها كل تفكيرك وكل حاجة يعني ومجهودك طبعا فبالتالي انت دماغك مش فيك لا دي حاجات بتبقى عابرة بتمر بالانسان في فترات ولكن ليس طول الوقت لا فيش حد طبيعي طول الوقت عنده مشاكل يعني يعني كوارث يعني قابلت ناس قابلت ناس دي بتمر فترات بحياة لزروفهم طبعا اه دي فترة تبقى عصيبة وتمر بأي انسان وشوية وبتقلص المفروض الانسان ياخد منها وقود انه يقدر يتحرك وينجح لكن ما يبقاش انسان ضعيف بقى ويقس ما دا اللي بنقوله الايجابي قوي مش ضعيف طبعا انا عاجزك توجيه كلمة للناس الكبيرة اللي بالنسبةي دلوقتي برضو مهمين زي الشباب اللي هي خلاصة يعني اين الست اللي هي تعبت وربت ولادها وتجاوزوا خلاص بيت تقعد بقى لوحدها وبتخش كده في دايرة حسن هي خلاص يعني عملت خلاص عملت كل حاجة بس دلوقتي خلاص هي مش لقى حاجة تعملها وحسن هي بقت وحيدة تقولينها ايه اقول لها انت مش وحيدة ابدا وهو هي حد يقولك كده وتصدق انت اكتر واحدة لازم يكون عندك هدف وهقول بقى فكرتيني بالكلام الجميل اللي قلتيه دوت بالمعلمة بتاعتي المعلمة بتاعتي ديت كانت مهندسة بتشتغل في منصب كبير جدا في وزارة الكهرباء لما اطلعت على المعيش قررت ان هي تشترك في كل النوادي وتتفسح وتعمل كل اللي نفسها فيه وفجأة جات لها واحدة صاحبتها وقالت لها تعالي معايا نحفظ الكرآن وتعلم الكرآن قالت لأ انا طول حياتي باشتغل انا عايزة عايش حياتي قلت لها تبتعالي كده بس شوفي راحت حلقات الكرآن وبدأت في الرحلة ديت قالت انا مكنتش عايشة هي دي الحياة وهي دي المتعة الحقيقية وبدأت بعد الستين بعد ما طلعت على المعيش ودلوقتي هي معلمة بعد الستين ولادها بيقولولها نفسنا نخرج ونتفسح معاك هي مش فاضية هي بقت عكس الكل المتعرف عليه اللي هي الام اللي قاعدة في البيت ومستنية ولادها يزروها لأ هم اللي نفسوهم يخرجوا معاها وهم اللي نفسوهم يعودوا معاها لان هي مجغولة مجغولة بكلام ربنا مجغولة بالتفسير مجغولة بقى عندها العالم قالت لازم تعملي عالم ليك عشان لما تجباري ولادك يجباره ويتجاوزه ما تحسيش بالوحدة أبدا دي مثلي أنا الأعلى ودي اللي بقولها الكل ست قاعدة في البيت اعمليلك هدف ولادك كانوا مرحلة واتجوزوا وخلفوا بقى قطلهم حياتهم لازم يكلك حياتك لازم يكلك متعاتك انت اللي تستمتعي بيها أنا والمعلمة بتاعتتي لأينا متعاتنا في القرآن شوفي انت متعاتك في ايه وبدأي عايشيها ها هو المقصود طبعا ان الموضوع مش مقتصر بس على انك تبدأ تقرب من ربنا دي خطوة بعدها ممكن بقى ناخد حاجة تانية نبدأ نشتغل عليها احنا نقول مثلا احنا نفتح الأبواب يعني واحدة مثلا عندها هواية معينة عندها تقدر تنميها اه مثلا بتحب مثلا يعني بتعمل تريكو بتعمل خياطة بتعمل طبخ تعمل أي هواية هي تشتغل على نفسها فيها واول حاجة تمارس الرياضة لان الرياضة دي مش هتحسسها ابدا بالعجز ابدا يعني انا المبروح الجيم الاقي معايا ستاد كبار وفوق الستين برضو ومشاء الله لياقتهم عالية جدا هم قرروا ينزلوا من البيت ويمارسوا الرياضة ان شاء الله المشي بس على المشيية كده مش هيعملوا ايروبكس وحاجات صعبة لا المشي النفس تحسن اللي يقل عم تحسنت وخرج بره بوتقة البيت والتفكير اللي بين اربع جدران انت لما بتخرج في الشارع وسط الشجر والزرع واللون الاخضر تفكيرك بتغير نظرتك لحياة كلها بتتغير الكتاب بيروح خالص طيب بما ان الايجابية او ان احنا عشان ابقى ايجابي وغير حياتي برضو لازم هنشأ في اسرة او محيط يكون بيعمل كده لان هو هيديني الشكل ده ان انا اخده كان طباع وابداء نفزه مظبوط طبعا هنا بقى الاسرة لها دور كبير طبعا عايزين بقى نتكلم عن الدور الاسري في الموضوع الخاص بالايجابية وازاي يقدروا يوصلوا ده لاولادهم ده سؤال رائع ماينفعش اقول لولادي اعملوا حاجة وانا بعملهاش عمرهم ما هيعملوها انا لازم قبل ما اقول لابني صلي اقوم اصلي قبل ما اقول لابني مارس الرياضة لازم انا يكون بمارس الرياضة اقرأ لازم اكون انا بقرأ مشانا قعدة بضايع وقتي طول اليوم وقل له استفيد بوقتك اعمل كذا طب وهايبصلي وقل لي طب انت قعدة لازم تبقى انت مثل كأب او أم تبقى انت مثل طب احيانا طب قولي بقى هنا انا تذنقني في سؤال فسا كده تذنقني في سؤال ده هيفيدني انا شخصان وهيفيد كل الناس ايوه ازاي اخلي ابني اعلمه ان هو يكون ليه هدف ازاي ان انا اخلي فيه ازاي تقنعي لا لا مش ازاي يقنع هو بص هو قولك اخنعه ازاي هو ليسا بابي ثلاث سنين فانا هاخنعه ازاي هو ثلاث سنين لانا عايزة انمي فيه ان هو في حتة الهدف انه يوطل لهدفه حتة الايجابية انه ينسى السلبيات الحاجات دي انا اناميها فيه اناميها فيه ازاي كأم هقولك انا هقولك عن تجربتي انا الشخصية لان خير دليل التجربة انا ابني الكبير وهو صغير كنت بجيب له لوعب مختلفة بتير اوي لغاية ما جبت له مكعبات وحطتها قدامه لقيت الولد عمال يعمل المكعبات دي اشكال جميلة اوي بيتصورها ووريره الصورة يفرح اوي ويقول لنا هعمل احلى قوله تبريني ممكن يعب الساعتين وبقيت اجيب له بقى مكعبات اكبر في العدد كتير اوي اوي ولاقيه قاعت وانتهى الهدوء والتركيز ما شاء الله عمال يعمل اشكاله وبيوته وحاجات اكتشفت ان الولد ده عنده موهبة في الحتة دي فبدأت وريره الصور قوله انت اللي عامل حاجات دي يقول لي ايه موما انا اللي عاملها طب انا عايزك تعمل احسن لغاية دلوقتي هو في السنوية العامة فانا يعني ما ضغطتش عليه في اي حاجة قلتوه يا حبيبي انت نفسك تبقى ايه انت ايه حلمك ايا كان حلمك اوعى تفتكر ان اي حاجة تفع لو عايز تطبخ ده حلمك من حقك انك تحقق حلمك شوف انت حلمك ايه هو الحمد لله تكمل في موضوع الماس والحاجات دي ويا رب يا رب انه هو يكمل في الحلم وفي الاتجاه اللي هو فيه انا قضي سيب لابنك العنان حطيه له كل حاجة وديه النادي وخليه لعب ألعاب كتير قوي لغاية ما تلاقيه هو اتمسك بلعبة ونجح فيها وبرع فيها تعرفي انه هو دي موهبته هي دي الشغف والرغبة بتاعته لكن ما تضغطيش عليه العب كرة قدم حشان تبقى زي ما عرفش مين لا هو لازم يبقى زي نفسه مزي حد هو لازم يحب الحاجة اللي بيعملها حتى لو من وجهة نظرك انها رياضة اي كلام ومش نجحة في مصر لا هو هينجح فيها حتى لو هي مش مشهورة ونجحة في مصر طيب بتخليه بقى ينظم وقته ازاي بين المذاكرة وبين الحاجة اللي هو بيحب يعملها بما انه في السنوية العامة بصة هي معركة طبعا هي معركة ويوسف بيتفرج عليها دلوقتي هي معركة بس انا عندي حتة ايه انت حققت حاجة من التارجد بتاعك يبقى لازم تستمتع شوية ما حققتش حاجة يبقى تتعاقب ومتعملش الحاجة اللي نفسك فيها معلش يبقى حنعاقب ازاي يعني انا نفسي دلوقتي انزل العب مع صحابي مثلا ملعب كرة قدم او اروح البلاستيشن او عايز انزل اعمل اي حاجة انا نفسي فيها مش هتعملها لو عملت التارجد اللي عليك انت خلصت اللي عليك او انا لو قعدت اتكلم معي مثلا ماما انا عايز شوحن التحفيز او انا حكيلي انا اساسا متخصصة في الحك الحكايات انا عايزك تحكيلي حكايات تحفيزات حفزيني بيها اقوله انا عندي حكاية حلوة اوي هحكيها لك بس لما تخلص اللي في ايدك وتقولي انت عملت ايه انت ما تستهلش ان انا عاود اتكلم معك دلوقتي طب في امهات بتلجأ كعقاب بتلجأ بالضرب بالزعيق تفتكلي ده بيجيب نتيجة في الاخر خالص نهائيا بيجيب نتيجة عكسية وسلبية هو طبعا انا برضو ام وعارفة ان ساعات الولاد بيوصلونا مرحلة صعبة جدا مش هنمثل ونقول ان الولاد بيوصلونا مرحلة صعبة جدا وساعات الواحد ايده بتروح يمين والشمال بس مفروض الام تسيطر على نفسها مثلا بالنسبة لولاد انا عندي ولاد مش عندي بنات انت بتربي راجل الراجل ده انت برضو ولاد سبياه ماشاء الله ده حملة ايه انت النهاردة ما بتتربي راجل بتكسريه هو هزاي هيبقى راجل ازاي هيلكون اسرة ازاي هيبقى قائد فدي كلها لازم كل ام تفكر فيها انا بربي ابني يطلع ايه طب لو بنوتة لا ده دي ملكة متوجة دي استحالة ممنوع اللمسة ابدا دي ملكة فروض باباها ومامتها هيحبوها ويدلعوها طول الوقت عشان ما تلجأش انها هتدور على الحب بنا بس دايما بنعرف ان التربيت الولاد اصعب كتير من تربيت البنات هو دلوقتي هما الاتنين بقوا صعبين بالنسبة للوقت اللي احنا فيه هما الاتنين صعب بصراحة مش عشان برضو ما يقولوش ان احنا متحمسين لحد الولاد صعب والبنات صعب لازم الاب والام برضو يكون لهم خطة ولازم التحكم في الاعصاب لازم يعني انا كتير جدا عايزة اعمل حاجاته وتحكم في نفسي واعد اهدي في نفسي كده علشان بتهدي نفسك بقى ازاي بحيث برضو كل ام كل ام تاخدت خبرة مني وليلي بتهدي نفسك ازاي هقولك يعني بسمة ام برضو تاخدت خبرة انا دلوقتي لو مسكت ابني وضربت عشان مش بيذكر وابني دوت اتعور وجراله حاجة لو طلع اخ الدكتوراه هيفيدني بحاجة لو ابني حصلته اعاقة معينة نتيجة الضربة او الخط دوت لا ابني اهم حاجة عندي ان ابني يبقى نجح والنجاح بناش نحصره في حتة انه يخش طبه هندس لا النجاح يبقى نجح في الحتة اللي هو فيها وقدمنا نماذج كتيرة جدا يعني فيه ناس مثلا تعلمها معقول مثلا بس نجحه في حتة تانية بتير قوي مش لازم احط استنبق ابني لازم يبقى يبقى دكتور او مهندس او او لا ابني لازم يبقى ناجح في المجال اللي هو فيه ممكن ابني يبقى ايه ممكن ابني يبقى ساعي بريد ناجح يبقى طبخ ناجح يبقى جرسون ناجح يبقى ناجح يبقى ناجم في حتته مش لازم النظرة اللي احنا حطناها القالب اللي احنا حطناها مجرد امثلة ومشيين وراها ومنخلي أولادنا ممكن ندمر لهم وستقبلهم بسببها طيب وليلي بقى احنا تكلمنا من ناحية التعليم دايما كل أم لما بتروح عند حد أو بتخرج خيوجها والأطفال بيعودوا يجروا ويتشاؤوا ويكركبوا ويعملوا بتبقى قاعدة مكسوفة جدا ومحرجة من أن هم مش عايزين أصلا يسمعوا كلامها في الحيطة ديت احنا هنتعامل ازاي الكلام دوت لو واحد كبير قدامك أتكسف منه لكن ده طفل طبيعا أنه يلعب وطبيعا أنه يتحرك وطبيعا أنه يخبط يعني أنا كنت بخرج بولادي صغيرين يعملوا كوارث يعني حضرك أصلا أن الجهة التانية أو الأشخاص التانية بيبقوا عارفين طبعا لا بس هنا لا ما عليش هنا بيبقى فيه ناس بتبقى قاعدة بتسمعي الكلام ما يردكيش انت مش عارفة طرفي ابنك لا ما ينفعش بقى هنا حد يعيب على طفل طبعا لا ده بيحسر أنا بتكلم حاجات فعلا في الوقت أنت عندك وعي ومدركة اللي بتعمليه صح ولا هتمشور كلام الناس تقوم يتموت ابنك مثلا يعني لا لا أشور صح هو طبعا زي ما احنا قلنا أنه الدور أو العامل الأساسي كله على أسرة بيجي من الأسرة وطبعا لازم الأسرة تحفز ولازم هي اللي تبني كل الأسس والأخلاقيات دي طبعا موضوعنا ياخد وقت أكتر من كده بكتير ومحتاج حلقات كتير جدا نتكلم فيها بالتفصيل الممل لكن احنا أهم حاجة عندنا دلوقتي وأهم محاور تكلمنا فيها خليك إيجابي وغير حياتك وابدأ بنفسك وخلينا نشكر في البداية أشكر طبعا زملتي بسمة وطبعا خلونا نشكر الضيفة أستاذة منال كمال اللي كانت منورانا النهاردة وبنشكركم جدا جدا واستنونا الحلقة الجاية اشتركوا في القناة